المؤسسة الخيرية الملكية فقد احتفلت المؤسسة بإنجازاتها الرائدة التي تخطط الحدود في أعمال الخير والعطاء وتمسكت بالنهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المفدى حيث كان لها الدور البارز في المجال الإنساني في البحرين والعالم أجمع لما قدمته من مساعدات خيرية وإيقاثية المؤسسة تولت منذ إنشائها القيامة بكفالة الأرامل والأيتام ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدات الصحية والتعليمية والخيرية حيث أنها لم تتوقف على الشأن الداخلي بل واصلت إلى الشأن الخارجي إذ تمكنت خلال السنوات الماضية من تقديم العديد من المبادرات لإيقاثة المتضررين من الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية تمثلت في منح ومساعدات إيقاثية دوائية وقذائية وإقامة مشاريع تنموية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة كما وضعت بصماتها في كل بقاع العالم في المجال الإنساني والاجتماعي الأكثر شمولا ليمثل ذلك البعد الدولي للعمل الإنساني امتدادا لثقافة العمل الخيري والتطوعي التي تميز المجتمع البحريني هذه المحطات التاريخية الحافلة جاءت بفضل توجيهات جلالة الملك المفدة ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب منذ إنشائها والتي أثمرت نجاح المؤسسة في المجال الإنساني طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين